تواصل الدولة جهودها في تطوير الجامعات الحكومية واستعرض وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار تقريراً ميدانياً لمتابعة مشروعات جامعة عين شمس بتكلفة تقدر بمليار و 786 مليون جنيه وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من الأماكن بالجامعة ومن أهمها مقر استقبال مستشفى النساء للتوليد وتطوير القاعات الرقمية بكلية الألسن وتطوير أكاديمية القلب وتطوير قاعات الامتحانات بكلية الطب وتطوير مركز الأبحاث وواجهات مبنى الأقسام بكلية الطب وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بالجامعة كما أكد دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على نهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها ترجمة نانسي قنقر